حسب ما سرح وزير الشؤون الاجتماعية وقال قال 25% من نسبة نساء أميات و60% من نسبة هذية نساء موجودين في الريف شنو ورايك؟ نسبة كبيرة برشا خاصة أن المرات التنسية هي أم مقبل كل شيء وتربي أجيلا ذيكا مهمة الأساسية أجيلا ذيكا مهمة أن تكون داخلها في الحياة الاجتماعية وتكون متثقفة وتكون عندها دراية بكل شيء يحدث في البلاد معظمية الشعب التونسي مثلا ما هو أمي قليل بارك في الزون كاك 20-25% وفهم عبادة تقريهم وفهم عبادة فهم دي سانتر في تونس مثلا فهمهم طامحوا الأمي حتى في تونس دا موجودين راهو معنى مشكن حتى في الريف باركة عنا حكيوا على في الريف علش البنات في الريف ينقطعوا عن الدراسة في سن مبكرة تلقاها بعيد عليها الليسي ولا الكوليج ما عندهم مش النقل معناها برشا حاجات راه برشا حاجات معنا ما تخليش تمشي التقرة نسبة ضئيلة جدا لكن فهمتني قادر إذا كان نتوى بش تراجع الدولة معناها برشا فهمتني نقاط استفهم خطر احنا نور مامو قبل في عهد بورقيبة معناها يشجع للتعليم ويشجع للدراسة ويشجع لبرشا حاجات لكن توى فهمتني حتى توى في الباك علي باك سنة مثلا الفرنسي مثلا برشا ناس معادش تقدر حتى بش تعمل مثلا اكسبرسيون اكريت ارتوغراف سجيات ظاهر يمكن الانترنت عندو فهمتني عندو معناها سلبية كبيرة خليتهم معناها كيف ما قولوها معناها يتراجع صحيح معناتها اخي نحن امه هاتنا ما قرأوش قبل ما خلى ومش يقرأوش بالحق ناقسين علامة مساكن والله بالحق برشا بالحق ياسر ياسر 25% ياسر 25% من سا اميات يعني من قطعين على الدراسة في سن مبكرة لا غالب قبل هكاكا قبل ما يقريوهمش هو وقت الاستعمار حبيت نوضح لك معلومة حبيت نوضح لك معلومة الاحصائيات الجديدة هذية متاع شباب طوة شنين شباب طوة 25% لا يا بنتي لا مدعمها طوة 25% بس صليحني بي ها مصحية ممكن امهاتنا نحن لقبل من عام تلاثين اربعين خمسة وتلاثين خمسة واربعين ممكن اما طوة نحن الخمسة وعشرين في الميات وميات لا مش صحيح مش صحيح الوزير يحب يحكي وكهو انتي تعرف اللي عنا كل عام ميات وعشرة لاف تلميذ ينقطعوا في سن مبكرة عن الدراسة ميم journaling ما بين ثالث ابتدائي والبكالوريا اباكالوريا ممكن ثالث ابتدائي ممكن ثالث ابتدائي وبكالوريا تعان شمع انت اميين يعني مقراو ننحس Damas هذا هم او انت ميمoras سا ل Renton لا ينجم الثقافة هي الكل لا الثقافة بها الثقافة تعلم بالقدار أنا بالنسبة له أنا الثقافة خير من الرؤية يتبع معنتها الإخبار ويتبع الاجسامة ومثاً يبدو مثقف يعرف الدنيا لكم فما الفرق بين التعليم وبين الثقافة نعرف الثقافة بالنسبة ل أنا طوال الوقت هذا خير من التعليم عمل مستوى التعليمي مسيو مطلوب مطلوب في الوقت هذا ما عادش عنا تعليم لا ولا ما عادش عنا تعليم ولا شاي لا للتلميذي واسع بال ولا الاستاذي واسع بال كان قريت قريت هاوك قريت الروحك امانه باش نشجعك وباش نربيك وباش نوهمك لها والله هي ما نعرف فلا الوقت ما عادش حد يهمه في حد. انا عايش في الخارج ديجا اللي عنا هاديك الالفابيطاتيات تران تروى بورسان في فرنسا في تونس كنا متحسنين اكثر منه في بنيه من اللي صارت الثورة من هنا تقليب خمس سنين اقبل الثورة تونس عمل عملت بلانجان في العماق في بنيه قبل كانوا الاساد واللي يعني التعليم كان يحطوا التربية القومية التربية القومية هي شنوه هي كما كما ساسنت عدار اذا كنت بنيه على الصح واليدات كيات لو لا مسل يعني بي اما اليوم متبادلت لحكاية ما عاد شوية هذي وزيد دخلونا في مبني السياسة في الدين هدي مش معقول قبل كنا صغار انا قرروني فرنسا ثم اللي فرير اللي سور نسكن في في الكرم كرتاش علمونا التربية القومية يعني عنا ساس احنا التخلقنا والدينا وكل وجهونا وقت اللي ينقولوا ستين في المئة من ساه هذو ما موجودين في الريف معناها بساه هذو ما موش قاعدين يقراوا قاعدين ينقطعوا في سن مبكر عن الدراسة على البلاد مثلا متنجم مش معناها بيش تخرج ببيت بالرسمي ووصلت تجوع في في كروشها معناها بيش تخرج تجيب الخبز يبيعوا مثلا في الخبز البرا في الكيس على لوط ورود بيش معناها تجيب معناها حق فلوس للصغار بيش توكل عائلتها الله واعلم انتي يشوف الظروف الاجتماعية متاحة شنية بالضبط وان شاء الله ماني ربي معاهم خطر بالرسمي الفقر خط احمر في تونس خطر الظروف في الريف ما هيش كما الظروف في المدينة انت تعفل في المدينة برش حاجة متوفرة وكل شي قريب وليموين دو تخونس بور والمؤسسة التربوية الاخيرية ما بتتخفي في الريف خطر ميم حتى صغار تقا يعيش في بلاصة بعيدة على المدى ساتخوة كيلومتر معتا ضروفهم صعبة برش ديمة في الريف الظروف اصعب الكنديسيون اصعب ملي في المدينة دونك بتتخذيك هو العام للأساس اللي خلى نسبة الامية تكون اكثر في الريف اكثر ملي من المدينة وقت اللي نقوله 40% موجودين في المدينة و60% موجودين في الريف ترى اللي فم توازن معناها في اهتمامات الدولة للمرأة؟ ما فمياش بالنسبة للدولة معناها تعمل في حاجة معناها لجمعات المدينة كما نقوله فيها خير برشة من جماعة الريف اما هي ريه العكس كل شيء يجينا من الريف كل شيء يجينا من الريف ما فم حتى حاجة معناها تعمل بنتهم كونكليزيون وقت اللي نقوله نسبة 60% معناها نسبة مرتفعة ترى اللي الدولة معناها عاطية الاهتمام الكافي خلينا نقوله للفيئة هذي بذات؟ كنجي تعجي الاهتمام الكافي ما نوصلوش للبرسنتاج هذه دونك اكيد نحمله للدولة المسؤولية وإن شاء الله كل شيء يجي نهار يتبدل الماء أحسن هذي اللي نطمنعه قطة اللي بنية تبطل لقراية فيها مرة صغيرة يأثر عليها من بعد تحياتها اليومية في برشة حاجات زيدة خاطر مهيش مثلا بيش توقع تكين في البلاسة هذي كتنجم متعرش عليها معناه تمشي البلاسة أخرى طابت لتونس تمشي البلاسة تلقى روحها مهيش قارية معناه إذا دا ما تجيش كيما شنوه قطة اللي تأثر عليه في برشة حاجات كيما شنوه؟ كيما خدمتها المجتمع برشة حاجات معناه أي واحد ما يراه مراه مهيش قارية أكيد بيش تتدركي فيش ولي يغزرلها ولا حاجة أكيد عنده إنعكاسات سلبية خاطر إنتي قلتها تقلت المرأة ترفف فاعل في المجتمع إذا كان هي ما تكونش عندها درجة على قل فما من إمام اللي ما لازمش نهب تحته معتها لازم يكون فما درجة من الوعي ومن الثقافة ومن المستوى التعليمي خاطر فما فرق بالمستوى الثقافي ومستوى التعليمي دونك بيسك هي عنصر فاعل في المجتمع معتها لازم تكون على مستوى معين معتها نيفو إدوكاتوف وكولتوري دونك أكيد عنده إنعكاسات سلبية المرأة ترفف فاعل في المجتمع فرشان مو معناها المرأة هذيك المشقارية هي بيتها اللي بيش تعرس وهي البيتها بيش تربي أولادها نجم تربي وتختار شركة حياتها المناسب وهي أمية نجم ما فميش عليش معناها بش تاخذ فميش أمية مثلا في تونس رأي معناها تعرف تقوم السباعة وتمشي تخسل وجهة تروح مثلا طيبة فطورة تطليها بصغارة اذيكاية معناها نحن في تونس رأي ما فميش ما مانيش حاجة أوروجينال على الأخر مانيش في ألمانيا ولا في تاليا رأو حاجة مثلا اذيكاية اللي موجود فنوالحل حسب رأيك والله ايش اقول لك لازم الدولة تعطي اهتمام للمرأة الريفية كما المرأة في المدينة خاطر كما قلنا بكري انو في الريف ما عطا ما فميش دوروف ملائمة كما في المدينة لازم الدولة تركز شوية على المناطق ريفية المناطق النائية ومهيش للمرأة كهوا اينا قلت لك بكري رأو فما صغيرات اللي يبدأ يعيش في بلاسة المدرسة تبدأ بعيدة تخوى كيلومتر يمشي تخوى كيلومتر أليو تخوى كيلومتر روتور هما تلقى مصغيرات متعب خماق ويضطروا انهم ينقاطوا عن الدراسة في سن مبكرة دونك ماذا بينا الدولة تعطي اهمية واهتمام للنقطة هذي يزم كيف ما قولوها تتكاتف الايدي معناها ويزم كيف ما قولوها يحطوا يعملوا معناها مدرسة خاصة بالمسنين وما فيها بس معناها يراعيوا المصلحة الخاصة المصلحة العامة معناها ومعناها فهمتني يعطيوا من عندهم معناها شوى وقت باهي معناها حتى في الليل كردوس وار ما يقعدوش هكيكا معناها باش حتى هلين حتى كيل المرأة مسنة معناها كيف مثلا نجيونا اجانب معناها يابانيين ولا فهمتني هكا فهمتني هكا فهمتني هكا ولا من جميع الجنسيات معناها تلقى روحها معناها قادرة باش تعبر معها معنا تعبير مجازي معنا مش توقعد فهمتني هكا مذبذ بها